بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلال الفيديو ده هنحاول اننا نجاوب على السهل رقم 9 وهو ما والفرق بين الهومو بوليمر والكو بوليمر احنا عرفنا قبل كده ان البوليمر بيتكون من خلال تفاعل اسمه بلمرة البلمرة ممكن انها تتم باكتر من طريقة قبل كده احنا وضحنا بالتفصيل طريقة منهم وهي وهي اننا نجيب مونمر ومعاه مركب كيميائي غير مستقر اول ما المركب ده ما بياخد طاقة على شكل حرارة او دوق او اي وسيلة تانية بيبدأ يتفكك لجزئين من الجزور الحرة والجزور الحرة بتكون نشطة جدا جدا وبيكون عندها الكترون منفرد وعشان تستقر لازم يكون عندها زوج من الالكترونات المهم ان الجزور الحرة لما بتقرب من جزيء مونمر بتخطف الكترون وبيتكون ربطة ساهمية مع زرة من زرات المونمر هنا فيه نقطة مهمة وهي ان نواع المونمرات اللي بيحصل لها بلمرة بالطريقة دي بيكون فيه حاجة مشتركة بينهم وهي انه بيكون عندهم على الاقل ربطة واحدة سنائية وبالتالي لما الجزر الحر يقرب من جزيء مونمر ربطة واحدة من الربطتين الموجودين بين زرات المونمر تنكثر وكل زرة تاخد الكترون يعني كل زرة بقت عبارة عن جزر حر دلوقتي لان عندها الكترون منفرد المهم ان زرة من الاتنين تستخدم الالكترون بتاعها عشان تعمل ربطة تساهمية مع الجزر الحر ويستقروا والزرة التانية تدور على جزيء مونمر تاني علشان تعمل معايا نفس الموضوع والسلسلة تفضل تطول والسلسلة في الحالة دي بتكون سلسلة نشطة لان في اخيرها في جزر حر ولما اتنين من الجزور الحر يقابلوا بعض او يتفعلوا مع بعض يعني بيكونوا جزيء مستقر سواء بقى كانت الجزور الحر دي عبارة عن زرة او سلسلة طويلة او قصيرة الموضوع ده بيتم بسرعة عالية جدا وبطريقة عشوائية وبالتالي السلاسل اللي بتنتج في الاخر بيكون لها اطوال مختلفة طبعا الـ مش الطريقة الوحيدة اللي بيتم عمل بوليمر بيها في اكتر من طريقة تانية واحدة من الطرق دي هي وفي الحالة دي المونمر اللي بيستخدم بيكون عنده اكتر من مجموعة كيميائية نشطة تقدر انها تتفاعل مع المجموعات النشطة في الجزيئات التانية الا انه غالبا كل مونمر بيكون عنده مجموعتين بس وللتبسيط ممكن اننا نتخيل ان كل مونمر عنده كابلين او مشابه في الحالة دي بمجرد ان الكابل يقابل السوكت المناسب ليه هيتوصله ببعض وبالطريقة دي لو تم استعمال نوع واحد من المونمر هتكون النتيجة سلاسل طويلة من المونمر ده يعني هومو بوليمر ولو تم استخدام اكتر من مونمر في نفس الوقت هتكون النتيجة سلاسل طويلة من المونمرات دي يعني كو بوليمر وهيكون فيه اكتر من احتمال زي ان المونمرات اللي موجودة في سلسلة البوليمر مترتبين بشكل عشوائي يعني random co-polymer او مترتبين بشكل تبادلي يعني alternating co-polymer او بشكل جزئي على هيئة كتل من كل نوع يعني block co-polymer او على شكل سلاسل من نوع وتفرعات من نوع تاني يعني graft co-polymer كويس احنا كده اخذنا فكرة عن الهومو بوليمر وال co-polymer وعلى فكرة لما تكون سلسلة البوليمر فيها تلات انواع من المونمرات ممكن ساعتها نقول عليه tear polymer بس عموما كلمة co-polymer بينفع تستخدم مع اي بوليمر بيحتوي على اكتر من نوع من المونمرات وطبعا خصائص ال co-polymer مش بتكون مختلفة جزريا عن الهومو بوليمر اللي متكونين من نفس المونمرات بس خصائص ال co-polymer ممكن التحكم فيها بحيث انها تكون اقرب لنوع معين من الهومو بوليمر في خصية معينة واقرب لهومو بوليمر تاني في خصية تانية وده طبعا بيعتمد على نسبة تواجد كل نوع من انواع المونمرات المستخدمة والشكل النهائي للسلاسل وعشان كده ال co-polymer بيكون سعره مرتفع طبعا مش ممكن اتكلم عن ال co-polymer وماتكلمش عن مزيج البوليمر او البوليمر بلند المزيج عبارة عن نوعين من البلاستيج بيتم مزجوهم او خلطوهم مع بعض يعني بيكون فيه سلاسل كاملة من نوع من البوليمر وسلاسل تانية من نوع تاني من البوليمر والبوليمر اللي بيكون نسبته اعلى هو اللي بيعتبر النسيج او اساس المزيج يعني البوليمر ماتريكس بالرغم من ان فيه بعض انواع البلاستيج بيختلطوا مع بعض وبيكونوا مزيج متجانس الا ان معظم انواع البلاستيج للاسف مش بيكونوا مزيج متجانس والمزيج بتاعهم بيكون غير متجانس ومع الحرارة العالية كل نوع فيهم بيفصل وبيتجمع مع نفسه بعيد عن التاني وفي حالة مزيج البوليمر بيكون فيه نوعين من البلاستيج ليهم الخصائص المستقلة بتاعتهم وكل ما زاد التجانس بينهم كل ما بدأت الخصائص المشترقة تكون واضحة ومؤسرة اخر حاجة ممكن نتعرف عليها دلوقتي اننا نشوف مثال للهومو بوليمر والكو بوليمر ولمزيج من نوعين من البوليمر مع بعض طبعا البوليبروبلين واحد من اكتر عنواع البوليمر اللي بيتم استخدامهم بشكل كبير جدا فيه طبعات متنوعة وده لانه في السنين اللي فاتت تم تطوير انواع مختلفة من البوليبروبلين فمثلا البوليبروبلين هومو بوليمر عبارة عن سلاسل طويلة جدا من البروبلين والنوع ده من البلاستيج سعره رخيص وشبه مارين وعنده مقاومة عالية جدا لمعظم الكيمويات وكمان بيقدر انه يتحمل درجات حرارة مرتفعة بالمقارنة بانواع تانية من البلاستيج يعني ممكن يستحمل لحد 150 درجة مقوية وده على حسب الفترة اللي بيتعرض فيها للحرارة بس للأسف البوليبروبلين هومو بوليمر مش بيستحمل درجات حرارة منخفضة يعني سالب 10 او اقل بالاضافة لكده انواع ده عنده مقاومة منخفضة للصدمات وشفافيته منخفضة جدا شكله بيكون شبه شفاف مائل للبيض لما بيتم بالمارة البروبلين في وجود نسبة وليلة من اليسيلين تقريبا اقل من 7% بيتكون بروبلين اسيلين كو بوليمر من النوع العشوائي وخصائص النوع ده من البلاستيج بتعتمد على نسبة اليسيلين الموجودة في الكو بوليمر فكل ما زادت نسبة اليسيلين كل ما زادت شفافية البلاستيج واصبح من الممكن استخدام البلاستيج ده عند درجات حرارة منخفضة نسبيا بس مش كتير واصبحت درجة الحرارة اللي بيتم عندها الانصهار او درجة الحرارة اللي بيتم عندها لحامل نوع ده من البلاستيج اقل بس في نفس الوقت بزيادة نسبة اليسيلين قوة تحمل البلاستيج هتقل وكمان مقاومة البلاستيج للكيمويات والحرارة هتقل لنوعا ما في نوع تاني وهو مزيج من البوليبروبلين هومو بوليمر والبروبلين اسيلين كو بوليمر والنوع ده اسمه مزيج البوليبروبلين المقاوم للصدمات او متعدد الاوجه هاي امبكت بوليبروبلين او اهتيروفيزيك بوليبروبلين والبوليمر ماتريكس للنوع ده عبارة عن بوليبروبلين هومو بوليمر والديسبيرسيت فيس او البوليمر الموزع على شكل كتل زويرة جدا خلال الهومو بوليمر عبارة عن بروبلين اسيلين كو بوليمر بيحتوي على نسبة عالية من الإسلين بتوصل لحب 25% وبالتالي النوع ده من الكوبوليمر عبارة عن مطاط يعني المزيج ده عبارة عن قوار مطاط زوائرة متوزعة في نسيج كبير من البوليبروبلين هومو بوليمر وزي ما هو واضح من الاسم النوع ده من البلاستيك بيتميز بمقاومته العالية للصدمات يعني من الممكن استخدام البلاستيك ده عن درجات حرارة منخفضة جدا بالسالب يعني وفي نفس الوقت بيحتفظ بمقاومة الهومو بوليمر العالية للكيمويات والحرارة انما شفيته بتكون مش بس اقل من الكوبوليمر لا ده كمان اقل من الهومو بوليمر وطبعا بسبب وجود كرات المطاط دي قوة تحمله او مقاومته للشد بتقل وطبعا مります انظري ترجمة نانسي قنقر